نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن قيادي عسكري سابق أن إسرائيل أنفقت قد ما يصل إلى خمسة مليارات شيكل أو ما يوازي مليار وثلاثمائة مليون دولار خلال ليلة واحدة من أجل تصدي للهجوم الذي أطلقته إيران باستخدام مئات المسيرات والصواريخ وقال رام أميناخ المستشار الاقتصادي السابق لدى رئاسة الأركان الإسرائيلية قال إن التكلفة تشمل فقط التصدي للمسيرات والصواريخ دون إحصاء للخسائر الميدانية والتي أعلن الجيش في وقت سابق أنها طفيفة وأوضح أميناخ أن كل صاروخ من نظام أرو الذي يستهدف الصواريخ الباليستية يكلف نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار في المقابل يرى أميناخ أن إيران أنفقت نحو 10% فقط مما تكبدته إسرائيل